موسيقى انت مين يا عم انت وعايز مني ايه؟ انا فرعونة عايز دهب وقصة ومصر العظيمة والعزيزة والكبيرة طب تسدق انت اصلا اللي في فوقا كده؟ جنود عبطور مش بقولك يا بل فين الجنود دولة يا عم فوقا هورا وده اقصى عقاب عندك هلتودى ان تدخل السجن تقدي من عمرك ستة اشهر تأكل وتشرب وتعمل غلبان غلبان مش بقولك غلبان حطني في السجن دهوقتي يا عم واكلني وشغبني للابد وشغلني كمان للابد واني راضي بكل حاجة ومش عايز مديني حاجة اكتر من كده انت تحرر قلنا اصار مصر العظيمة اصار يا شباح انت شارب وفيق وغيق شكلك كده انت لو فرقون اصلا يا لا كان زمنك تحت الارض وفيما يتبسحة هل هناك انسان شارب وفايق وغيق هل هذا معقول لا مش معقول واللي مش معقول اكتر اللي انت فرقون انا كنت متحنط وهم فكوا تحلوتي فاصبحت حيا حبيبي يعني انت دلوقتي فرقوني متحنط بس انا ما بحبش الفرقوني المتحنط اللي بحبه مقلي او مش انا اللي سوف اقليكة في السيد المغلي حاليا غالبان غالبان على الطلبات غالبان هتمهوتني كده على طول من غير ما تعذبني لحد ما موت ولا اي حاجة من دي غالبان يا فرقون انت بقول لك انا غالبان يا زيق الوجه الاسود ما انت اسود فرقوني متحنط ما بلاش تنمه وعنصغية بقى عاوزو باللم التنمه وعاوزو باللم العنصغية اسف لكني ليس غالبانا انا ظالم ومفتغي واحب الفساد كلام انت من نسباننا غالبان قوي 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 كمان انت لما انت فرقون كان مفروض ما تبقاش هنا كان مفروض تبقى متكتف هناك عندهم زي كده ما انا هربطنيهم هربت منهم باللبس ده وقت وانت كنت متحنط بلبس التساول ده بالاسف انا كنت لابس دهب والماز وفدة وكنت لابس دهج مصنوع من الزهب والفدة والالماز ولكن كنت ملفوف بمناضيلهم وبعدين اللي حصل شوية عيال من ثلاث لخمس سنين سبتوني وفتشوني وخدوا مني كل حاجة خدوا المناديل هلأ انت خبيون يعني انت سبت كل هذه الاشياء وكست في المناديل خلاص انا اجعلك المناديل دي لا انا اويد الذهب والفدة والالماز والتاج الملكي المصنوع من الزهب والفدة والالماز وهم سامح في المناديل يا عمي ما تبقاش طم عمال بس احنا نعف نتجع المناديل دي وكيف سترجع المناديل سالة وبسيطة احنا نعمل لك صندوق ونكتب عليه فرعون غلبان ويتيم ادي له حتى منديل ونوفع عاشتك بعد كده فرعون غلبان ويتيم ادي له حتى منديل لا وماذا رأيك ان نجعلها فرعون ده صادق وعمين ادي له وحافظ لك على منديل يا حلوة فرعون ما انت ابن بلد وبتعب تتكلم زينا اهو امال داخل تكلمني باللغة العربية الفرص حلم الاول ماهو العائل الزهار دي علمتني حاجات كتير ولسه فرعون هتتعلم اكتر واكتر لسه لسه فرعون ولا انت بتلفه الدور انا اريد الفدة والدهب والالماز والمرجان والازي تملكها مصر العظيمة يا عمي هتعدش تنفخ في مصر اوي كده مصر التعليم والحضارة لا ماهو معادش في تعليم وخرجنا من التصنيف العالمي كمان والتعليم بتاعنا معادش معترف بانه تعليم اساسي مصر الحضارة والمستقبل لا بقت ماضي وذكر بس انما كلمة حضارة ومستقبل احنا ما نعرفهش ولا نعرف معناه اصلا مصر النيل لا ماهو معادش في نيل بقى جنزبيل اسيوبيا بنات سد والنيل بقى كل مرة بيفض اكتر من الاول والناس بقت بتتخلق مع بعض عشان المير مصر اكواجيش في العالم لا احنا بحينا بنلعب في المغاز العشر للعشرين كده يعني ولا build ولا بنقل بس مني ممكن من قريب كتير ان شاء الله يعني مصر من اغنى الشعوب وفي العالم apa احسن نقطة انت قولته احنا بحينا نفرق نسبة الفقر 30% وكل يوم بتزيد اكتر من الاول حلو 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 النقطة ده افرقون الناس juke jakata مش هتقول لأ ابدا بس الناس مش لاقي عتاكل افرقون عارف يا فرعون ما ينفعش هقولك يا فرعون بس كل اللي ينفع ولولك ان النسبة البطالة كل يوم بتزيد اكتر من الاول ده بس اللي ينفع ولولك ولماذا لا ينفع ان تقول ليه؟ أليس هناك حرية رأي في مصر؟ بالعكس ده اكتر دولة فيها حرية رأي يا مصر لا تقول اه لا نعم لحاضر لا ماشي شفت كمية حرية الرأي فيه اكتر من كده حرية رأي يا فرعون ايه؟ هتأسلم يا فرعون؟ وماذا لو قلت لا الله اعلا ما يحصل فيك تبع بقى فعلم؟ وماذا عن الجربيع عالذين مديونين لمصر؟ اسكت افرعون احسن ده كل ماضي وبس كبيرنا بس نفتكره دلوقتي انما احنا الحمد لله الحمد لله يعني مديونين للعالم كله الواحد بينزل من بطن امه وللأسف مديون للعالم كله زنبه الوحيد بس انه اتولد في مصر ده زنبه انما احنا دلوقتي احنا اللي بقينا جربيع من نسبة له مفرعون واينا علماء مصر mira فأوروبا. انما هنا فمصر على القهوة اصلينا اللي بيشتغل في مصر لازم يبقى معى واسطها لا فلوس لو روسها وبس واجنا الفديل والذب والارماز فمصر هو فيها سلسان её ثالر وعيال أعيال أعياله ورسول أعيال أعيال أعياله وهكذا بقى إنما دلوقتي لو يتواه ياخدوا خوفه وقرع ومن قرع هيخدوه بس للأسف معرفوش وبس يما حوله ياخدوا أبو الهول فمعرفوش فخدوا مع أخيره متى يأل يا جاهل يا جاهل اسمهم خوفه وخفرع ومن قرع واضح تعليمهم المصر الآن عرفت لماذا خرجت مصر من التصنيف العالمي هلأت رمعقول هلأت رمعقول ده أكيتون كبوسون كبوسون فعونون هاذا أم هاذا هلأ هاذا يوقل هلأ زي مصر أم الدنيا لأ ما يبقت تحت الدنيا دلوقتي أنا فاهمك أسلها جوزت مين أبو الدنيا وأبو دنيا سابق وخد منها مين الدنيا فبقى معت لين إيه دنيا بنت مص طيلة ما عنداش أخلاق وسبت مين أمها ونساته ونسات حتى اللي غبطها وما عادش حتى رصنة الرحم اللي ما بينهم وداست على أمها فبقت مين فبقت أم الدنيا دلوقتي بقت تحت الدنيا فهمت حاجة نكتة بايخة ومش مفهومة صح وما انفعلها بمصر هكذا حكامهم وما الفائدة مصلحتهم الشخصية كل واحد بيجي يمسكها بيسرقها وياخد اللي فيه النصيب ويمشي وهكذا بقى والبلد بيعطعبها عنه واصل كل واحد بيقاصل اللي بعده وهكذا بس وماذا عن مصلحة الشعب بقى الشعب ده أخي حاجة بيفكره فيها ده لو فكره أصلا مصر انقسمت لتلت أجزاء جزء فوق عيشة واخد كل حاجة في الدنيا ونص تحت الأرض مش متشاف ومتدس عليه ومعما تكلم ومعما علف صوته مش مسموع زي ما تقول كده شفاف وجزء تالت دل في النص بقى خايف ينزل تحت لا يبقى زيهم مش متشاف ولا هو عارف يطلع فوق عشان مش مسموع بفوق ولا مسموع حتى انه يحاول ده أكيد كبوس 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 يا ريت يطلع كبوس يا فرعون لكن للأسف هي دي الحقيقة اللي محدش مسدها ولا مستوعبها لحد دلوقت أنا أريد استرجاعها كل شيء إن كانت تملكها مصر أريد استرجاعها كرامتها وعزتها ومستقبلها وحضارتها وعلماء مصر وأريد استرجاعها الزهب والفضة والمرجانية والألمان أنا عايز أنام عشان تعبار انت عارف يا فرعون انت صعبان عليها قوي عارف لي لماذا عشان هما زمانهم دلوقتي قلبينا عليك الدنيا وزمانهم عارفوا مكانك وجايين يخدوك واعبوك فشولة فرعون ده يعملوا فيك فرعون اللي انت تتخيله واللي متتخيلهوش انت ما تعرفش يا فرعون انت هنا في مصر بيعملوا في القصار انت انت قصارا فرعون ده يخلك تأسلم يا فرعون قبت يا لقى يا فرعون أنا بقولك انت من ساعدتها غلبان قوي 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 علي افتق لقى Leh افتق لقى افتق لالله اشية انت Embassyech المحمد للرسول الله. شهدان لله. يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى هيحصل لي في الجزء التاني. هل تعلم ولا انا اعلم الله يعلم. ما تنسوش تقولوا توقعاتكم للجزء التاني تحت في الكومنتات وصحاب كل التعليقات اللي هي صح او المتوقعة واللي هتحصل في الفيديو ان شاء الله هيتلع معنا في لايف على يوتيوب وكله هيتلع ان شاء الله هتبقى ريسة ومردغانة وكله على ان شاء الله. لو ما عجبكوش الفيديو اعملوا دست لايك للفيديو. لو عجبكو الفيديو اعملوا لايك للفيديو. لو ما عجبكوش الفيديو بلقوا عن الفيديو. لو عجبكو الفيديو اعملوا لايك وشير وكمنت وفعلوا الجراز عشان تبقوا اول ناس تشوفوا الجزء التاني ان شاء الله. لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجراز عشان تشوفوا كل الجديد اول باول ان شاء الله. ولايك وشير وكممنت للمساعدة في نصف الفيديو فضلا وليس أمور أشوفكم الفيديو الجديد إن شاء الله شكرا